جانكيس خان دولك مش هدفهم مطلقاً لا التدمير ولا التخريب ولا القتل ولا الذبح ولا أي شيء هدفهم بس يجيبوا محمد بن خوارزم شاه لتسقط الدولة بكاملها وخلي باعلك باعة 20 ألف بس مع أن هذه العشرين ألف هتغزو العالم الإسلامي في عمق دياره ورايحين لفين للعاصمة أرجندا طبعاً ده بيدل على أن جانكيس خان وجد أن القوة التي أمامها قوة هشة تماماً ما هو أتى الخمسين ألف جندي في منطقة سامركند دون مقاومة وأبلاه فتح بخارة دون أدنى مقاومة بعض المتحاصلين في داخل القلعة فقط العشرين ألف راحوا فعلاً وحصروا مدينة أرجندا مجرد ما محمد بن خوارزم عارف أن القوات التاترية تقترب من أرجندا ترك المدينة هكذا مباشرة القائد الذي يحكم هذه المنطقة الواسعة من بلاد المسلمين لا يهمه فقط إلا أن يحفظ حياته وحياة أسرته خد الأسرة معاه خد أمواله وكنوزه وثرواته وانطلق في اتجاه الغرب يبعد عن أرجندا التاتر ما دخلوش مدينة أرجندا المعرفون أن محمد بن خوارزم السابهة انطلقوا وراءه وعندهم هدف محدد واضح والناس يفسحون لهم الطريق لأن التاتر في هذه المهمة لا يقتلون أحدا والمسلمون يكتفون منهم بهذا خلاص بداية مش هتقتل الطريق مفتوح وقعد محمد بن خوارزم يجري من مدينة لمدينة من مدينة لمدينة مر سبحان الله بأكثر من مدينة إسلامية مر بأرجندا بعد كده نيسابور بعد كده مازندران في إيران بعد كده الري ورجع لمازندران تاني وبعد كده راح طبارستان ومن طبارستان حاول انه يخش بحر كزوين طبارستان تطل على بحر كزوين من مدينة لمدينة والتتار وراه ومحدش بيدافع عنه سبحان الله الرجل هذا الذي حكم الشعب وعزل عن شعبه فترة طويلة جدا من الزمان ما كان يتقرب إلى شعبه وإلى رعياته وإلى لا يتقرب إلا فقط لمقربه وحكومته هذا الرجل الشعب سلمه بنته البساطة بل إن بعد الشعب كان يدل التطار على خطوات تحرك محمد بن خوارزم حتى يمسكوا به سبحان الله وبالفعل وصل محمد بن خوارزم إلى شاطئ بحر كزوين عند مدينة طبارستان ووجد هناك سفينة وانطلق بادي السفينة في عمق بحر كزوين تاركا وراءه الدنيا بكل ما فيها وصل العشرين ألف جندي على ساحل بحر كزوين وهناك لم يجدوا سفينة فتركوا محمد بن خوارزم عملي محمد بن خوارزم وصل للجزيرة في داخل بحر كزوين كان فينا قلعة قديمة أعد في هذه القلعة القديمة وحيدا ذليلا ضعيفا شريدا ليس معه أحد حتى بعض أفراد أسرته لم يستطع أن يأخذهم معه في السفينة فتركهم في طبارستان سبحان الله يا إخواني وإخواتي شيء غريب جدا في قصته بعد أيام قليلة أو شهر على الأكثر مات محمد بن خوارزم في الجزيرة مات على فراجه دون أن يقتله أحد سبحانك يا ربي مات فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكفن إلا في الفراش الذي ينام عليه ودفن في هاجل جزيرة في عمق البحر ربنا سبحانه وتعالى كتب له معاد يموت فيه هو الإنسان اللي بيختار طريقة موته احنا ما بنختارش معاد اللي ممكن نموت فيه لكن كان من الممكن أن يموت رافعا رأسه مدافعا عن بلده وعن دينه وعن أسرته وعن شعبه كان من الممكن أن يموت على هذه الصورة لم يؤخر معاد الموت أو يقدم مطلقا هذا يقين عند كل المسلمين لكنه كان يقينا نظريا كما يقول أحد التابعين ما وجدته يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت كلنا عارفين أنه نموت لكن طول الأمل فطول الأمل هذا يجعلنا نفرط ونضيع ونعصي ونبعد كثيرا كثيرا عن الطريق ونظلم ونفعل كذا وكذا من الموبقات لأن عندنا فرصة كبيرة كما نظن للتوبة والعودة إلى الله عز وجل لكن سبحان الله محمد بن خورزم مات في هذا الوضع المغزي وسبحان الله ورجع لعشرين ألف جندي الفرقة من عشرين ألف جندي رجعين لسامرقاند لجانكيس خان في طريقهم مروا على مدينة الري وهناك وجدوا طرفا من عائلة محمد بن خورزم اللي كان بيحميهم فأسروهم وقتلوهم قتلوا زوجته وبعض أولاده وأخذوا الثروات الهائلة التي حاول أن يهرب بها من شعبي كل شيء ضعر كل شيء انتهى وحسابه مع الله عز وجل العشرين ألف دولة وهم رجعين إيه تصورنا عن حركتهم في داخل العالم الإسلامي اللي ممكن يقف ويحلل الموقف عشرين ألف جندي عند طابرستان وجانكيس خان عند سامرقاند يقول الفرقة دية مية في المية هتنتهي هتضيع ليه إخواني انت متخيلين المسافة بين سامرقاند وطابرستان المسافة حوالي ستمية وخمسين كيلومتر ستمية وخمسين كيلومتر تفصل بين هذه الفرقة الصغيرة عشرين ألف بس وبين المدد الرئيسي لها اللي هو جانكيس خان في سامرقاند ومع ذلك لم يقترب منهم مسلم بالدفاع عن النفس أو الكتال أو الجهة في سبيل الله عشرين ألف تتري دوخوا هذه المناطق دخلوا على مدينة كوزوين قتلوا منها أربعين ألف خلي بالك ده زمن لا فيه قنابل ولا فيه صواريخ الضرب بالسيف المسلمون يقتلون ولا يدافعون عن أنفسهم وعدوا مدينة كوزوين ودخلوا مدينة مازندران ومدينة مازندران هذه من أحصن المدن في بلاد المسلمين لدرجة أن الفتوح الإسلامية لما فتحت بلاد فارس مدينة مازندران في إيران الآن عندما فتحوا بلاد فارس لم يستطيعوا أن يفتحوا مازندران لحصاناتها لم تفتح إلا في زمن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور ومع ذلك دخلوا هذه المدينة في غضون ساعات قليلة لا أقول في أيام ساعات قليلة أسقطوا مازندران أسقطوا الري أسقطوا كوزوين أسقطوا طبارستان عشرين ألف مع أن سبحان الله العوائق بينهم وبين جنكيس خان كثيرة الطبيعة الجبلية لهادي المناطق الأنهار التي تفصل الكثافة السكانية الهائلة للمسلمين في هذه المناطق ومع ذلك كل ذلك لم يتحرك خنوع شديد جدا عند المسلمين واجتياح تتري غير مبرر طبعا محمد بن خورزم لغز لازم نوفق قدامه لأنك تجد في بعض الكتابات عن محمد بن خورزم أنه كان رجلا عالما فاضلا يقرأ القرآن لكن طبعا لا كان لي علم بالسياسة ولا بالإدارة ولا لي أي دور نحية شعبه عاش مقطعا نفسه عن من حوله تماما عاشت دولته تقاتل كل من حولها من دول المسلمين لذلك عندما حدث الاكتياح التتري سلمه الجميع الخلاف العباسية تركته الغوريون في الهند تركوه الأتراك تركوه وشعبه كما ذكرنا تركه بل دل عليه أعداء المسلمين جانكيس خان عايز يعمل إيه بعد كده عايز يفتح إقليمين كبار جدا جدا من أقليم الإسلام إقليم اسمه إقليم خورسان إقليم خورسان ده اللي هو شرق إيران بكامله وشمال شرق أفغانستان والدول الموجودة في هذه المنطقة من دول جنوب الاتحاد السوفيتي زي جزء كبير من كازاخستان وجزء من تركوهنستان والإقليم الثاني كان اسمه إقليم خوارزم وده نواة الدولة الخوارزمية اللي فيه أرجان ده العاصمة الإقليمين دولة كبار جدا والكثافة السكانية هائلة ولكي ينجح جانكيس خان في الوصول إلى ما يريد قرر القيام بحملات إرهابية فعمل إيه؟ عمل أول حاجة غزو مباشر على منطقة تسمى فرغانة حوالي 500 كيلو شرق سمرقند دمر المدينة بكاملة وقتل كل السكان مدينة فرغانة الآن في شمال غرب أفغانستان مدينة ترمذ وهي مدينة الإمام الترمذي صاحب السنن الإمام الإسلامي العظيم صاحب السنن دمروا هذه المدينة بكاملة كانت حوالي 100 كيلو جنوب مدينة سمرقند ثم دمروا قلعة كلاب وهي من أقوى القلاع في تاريخ المسلمين على نهر سيحون هذه الحملات الإرهابية ألقت الرهبة في قلوب المسلمين فلم يفكر مسلم في رفع سيف ضد التتار وبدأ بالفعل يشتاح إقليم خرسان العظيم إقليم من أكبر الأقاليم الإسلامية في أكثر من مدينة في مدينة بلخ في مدينة تهرات في مدينة مر وأكثر من مدينة داخل على مدينة بلخ وعمل في مدينة بلخ شيء غريب جدا جدا أعطى الأمان لأهل بلخ ونفذ الأمان نفذ الأمان طب ليه نفذ الأمان سبحان الله لأنه وعد أهل بلخ يا إخواني بلخ ديت في شمال أفغانستان وعد أهل بلخ إنهم ساعدوه في إسقاط الدول الإسلامية أن يحفظ حياتهم ماذا كان رد فعل أهل بلخ أهل شمال أفغانستان عندما أعطي لهم الوعد أن تحفظ حياتهم إن قاتلوا مع جنكيس خان ضد المسلمين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة ونعرف معها رد فعل المدر الإسلامية في أكليم خرسان وخوارزم وهل يترى في حد قاوم ولا كل الناس سلمت أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر